طبعا منذ السبت 23 ديسمبر والسلاح الجو التركي على مرأة ومسمع العالم يستمر بهذا العدوان على مناطق شمال والشرق سوريا مستخدمة الطائرات الحربية والمسيرات وقصفت عدة مواقع حيوية بشمال والشرق سوريا ودمرت البناء التحتية الخدمية والاقتصادية للمدنيين طبعا خلال هذا العام هذه المرة الثالثة يقدم الجيش التركي على الضرب ركائز حياة المدنيين بالمنطقة التي يعيش فيها ما يقارب خمسة مليون سوري وقصفت خلال اليومين الماضيات مؤسسات عديدة هي تشكل البنية الاقتصادية لأبناء المنطقة مثل محطات مليد الشهربة وحق الانتاج النفط والمشافي وشركات التطوير الزراعي وآخرها والمؤسف والتدمير المطبعة التي كانت تقوم بنشر الفكر والثقافة واستشهد العديد من العاملين والعاملات فيها وإلى جانب عدد من الشهداء بالمدنيين العاملين بمختلف المؤسسات التي تم استدفعها من قبل الجيش التركي الذي يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتدمير المشروع الديمقراطي الموجود نعم سيدة أمل كما ذكرتي هذه الهجمات خلفت أضرار مادية كبيرة ودمار في البنى التحتية وبالأخص المشآت الخدمية ما مدى تأثير ذلك على سكان المنطقة طبعا هو يلعب بقوت أبناء المنطقة أكيد التأثير الأكبر هو على المدنيين لأن هذه مؤسسات حيوية وخدمية واقتصادية تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين السوريين الموجودين في المنطقة كما ذكرت هناك أكثر من خمسة مليون سوري يستفيد من هذه المنشآت الحيوية فسيكون له تأثير أكيد اقتصادي وخدمي على المنطقة نعم يعني سيدة أمل في الوقت الذي تلاحق به قوات سوريا الديمقراطية خلايا تنظيم داعش تأتي هذه الضربات التي تعرقل هذه الجهود ترى لما كل هذا أصبت من قبل التحالف الدولي وكذلك من الممكن روسيا كذلك على كل هذه الاعتداءات طبعا نحن كمجلس سوريا الديمقراطية تم إدانة هذا الصمت الدولي والمجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة وهيئاته المختصة حيال الصمت تجاه هذه المناطق وتجاه ممارسات الدولة التركية على مناطق شمال والشرق سوريا نعم ما الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها مجلس سوريا الديمقراطية على الصعيد السياسي حيال هذه الاعتداءات يعني هل هناك إجراءات من الممكن أن يتخذها مجلس سوريا الديمقراطية طبعا مجلس سوريا الديمقراطية أدانت الجيش التركي وعدوانه وتهديده لأمن واستقرار المنطقة والإرهاب الذي سببه للمواطنين الآمنين ومحاربة لقمة عيشهم وكل هذا بزريعة حموة منها القومي وأيضا أدانت سياسات تركيا المعادية لشمال وشرق سوريا واستمرارها باتباع سياسات التهجير ومشاريع التغيير الديمغرافي التي نفذتها في المناطق التي احتلتها مثل العفرين وتل بيض وراس العين ودعت المجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة والهيئات المختصة لإدانة هذا العدوان ومحاسبة تركيا ووضع حد لتدخلاتها المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية وممارسة الضغوط لاحترام سيادة سوريا والتزام بقواعد حسن الجوار بالمنطقة وأيضا دعت الولايات المتحدة ودعت أيضا روسيا الاتحادية ليقوموا بدورهم بحماية وتطبيق قواعد القوانون الدولي بالمنطقة وقواعد الدولي الإنساني وعدم التساهل مع هذه الأطماع التركية والسياساتها وطبعا يتم نشر هذه الرسائل عبر ممثليات الموجودة في الخارج بالدول الأوروبية أيضا والدعوة لمحاسبة الدولة التركية وعدم التساهل مع أطماعها وسياساتها وابتزاز التي تمارسه بشكل خاص بهذه المرحلة الشديدة التعقيد التي تشهدها المنطقة ونحن أيضا بمؤتمرنا الرابع مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية شددنا على أهمية الحل السياسي بسوريا وكانت الرؤية بأن وحدة السوريين هي الطريق الوحيد أمام السوريين وهو المدخل الرئيسي والأساسي نحو حل الأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو دستور جديد لسوريا تعددية لا مركزية وأيضا حزرت من حالة الانقصام طبعا كل هذه الرسائل يتم توجيهها من عبر خلال الممسليات للدول المعنية بالأزمة السورية نعم كنت معي من شمال شرق سوريا سيدة أمل دادا عضو مكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك